القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا للأماكن وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا واجهت ولاية أمن القنيطرة مسلسلا من أعمال القتل والاعتداء خلف ستة ضحايا كلهن معلمات قتلت ثلاث منهن وأصيب ثلاث أخريات إصابات بليغة كدنا تفقدنا حياتهم تسلسلت تلك الاعتداءات على مدى شهر أكتوبر من العام عشر وألفين أي في بدايات العام الدراسي ووقعت الجرائم في مدينة القنيطرة وفي سيد يحيا وسيد اسليمان والمجرن وبالقصيري وسيد قاصم في كل مرة يتم اختيار الضحايا من بين المعلمات ولذلك وهذا أمر طبيعي سرت في تلك المناطق حالة من الخوف والهلع في صفوف المعلمات خاصة والنساء بصفة عامة وكثيرونهم الذين أضافوا إلى الأخبار المتعلقة بتلك الجرائم تفاصيل من خيالهم ساهمت في تأجيج حالة الخوف وانتشارها على نطاق واسع الثالث عشر من أكتوبر من العام عشر وألفين كان يوم أربعاء في ذلك اليوم لم تلتحق المعلمة فاطمة الدرابي بمدرستها كانت معلمة شابة في ربيعها الخامس والعشرين تنحدر منتازة وقد تم تعيينها قبل عامين في مدرسة سوق الاثنين بالقنيطرة كانت تسكن وحيدة منزلا في حي ديور صنياك صباح ذلك الثالث عشر من أكتوبر من العام عشر وألفين عثر على المعلمة فاطمة الدرابي مقتولة في منزلها كان جسمها النحيف يحمل آثار طعنات متعددة على مستوى الصدر والرقبة التحريات التي قامت بها مصالح الشرطة القضائية مكنت من استقاء شهادات يستفاد منها أن المعلمة فاطمة شهدت للمرة الأخيرة مساء الثلاثاء التاسع من أكتوبر وهي تتحدث في باب المدرسة إلى امرأة كانت تتوسل إليها أن تساعدها قال الشهود إن تلك المرأة التي لم تكن من نساء الحي قالت إن زوجها طردها من البيت بعدما ضربها وإنها لا عائلة لها في القنيطرة وهي بحاجة إلى من يأويها حتى تتدبر أمرها رقت المعلمة لحال المرأة وقد عاينت آثار الضرب على أطرافها ووافقت أن تأويها فكرت أن المرأة ستؤمسها في وحدتها وستساعدها في أشغال البيت كذلك فكرت المعاينات التي قامت بها الشرطة القضائية والأبحاث التي أجرتها تفيد بأن المرأة الغريبة هاجمت المعلمة في غرفتها بعد أن نامت وجهت إليها عدة طعانات بسكين قبل أن تستولي على ما كان في البيت من أشياء ثمينة وتختفي تاركة وراءها جثة هامدة تكسها الدماء وبينما كان المحققون يسعون إلى الوصول إلى القاتلة بعدما تم رفع البصمات التي تم اكتشافها في المنزل بعد بضعة أيام وقعت جريمة مماثلة هذه المرة في سيدي يحيى معلمة أخرى تعرضت للقتل كانت تعيش وحيدة قتلت هي الأخرى بعدة طعانات بسكين على مستوى الصدر لما حل المحققون بالمكان اكتشفوا أن الجريمة ارتكبت وفق سيناريو مماثل للجريمة التي ذهبت بحياة تلك المعلمة في مدينة القنيترا وجاء فحص البصمات مؤكدا لفرضية كان الباحثون قد أدخلوها في الحساب المرأة التي اقترفت جريمة القتل في القنيترا هي نفسها التي تقف وراء جريمة سيدي يحلى اتسعت حالة الرعب التي تخيم على المعلمات في تلك المناطق المحيطة بالقنيترا لقد صار الآن واضحا أن المعلمات اللواتي تعيشن وحيدات مستهدفات بعد أيام هي جريمة قتل ثالثة معلمة شابة قتلت وفق السيناريو نفسه في سيدي سليمان بدأ أن الرعب ينتقل بين بلدات ومراكز المنطقة تكررت الاعتداءات في المجرن وفي سيدي علالتازي وفي بلقصيري معلمات تعرضن لمحاولة قتل وأصبن إصابات خطيرة حين يتكرر الفعل الإجرامي في مدينة أو إقليم ما فإنه يتيح للإشاعة مجالا خصبا تنمو فيه وتكبر وتمتزج الحقيقة بالكذب وتكون النتيجة أن الساكنة تدخل دوامة من الخوف والرعب لن تهدأ إلا بكشف المجرم أو المجرمين ووضع حد لتحركاتهم في مناخ مشحون بالتوتر والرعب استنفر والي أمن القنيترا كل الطاقات البشرية والمادية المتوفرة لدى مصالحه بغرض العثور على المجرمة وعلى شركائها المحتملين الرهان صعب يتعين الآن إعادة الثقة إلى المواطنين وطمأنتهم كان قطاع التعليم في إقليم القنيترا قد تأثر بشكل ملحوظ وقد قرر والي الأمن بالقنيترا خطة تعتمد السعي إلى نصب فخ تقع فيه المجرم ومن معها كان يتعين وضع الشباك حول كل المدارس التي يفترض أن تكون هدفا قادما كانت الخطة تقتضي تعاون كل المصالح الإقليمية ولذلك انعقد في السادس والعشرين من أكتوبر اجتماع في مقر عمالة القنيترا رأسه والي الجهة وحضره فضلا عن والي الأمن بالقنيترا مندوب وزارة التربية الوطنية ورؤساء مصالح إقليمية معنية بالموضوع في ظل ما حدث وفي ظل هذا الرعب المهيمن على المنطقة وعلى رجال ونساء التعليم خاصة كان طبيعيا أن يخيم على الاجتماع جو فيه الكثير من الحزم والعزم على الوصول إلى الجنة قدت الخطة التي تقدم بها والي الأمن أن يتم زرع عدد من مفتشات الشرطة في عدد من المدارس التي يمكن أن تكون هدفا في اختيار تلك الشرطيات تمت مراعاة أوصاف تلتقي عندها تلك المعلمات تلواتي تعرضن للقتل والاعتداء كن عازبات أو مطلقات تعشن وحيدات في مساكنهن وكن ذوات قامات تميل إلى القصر ونحيثات تم إخبار المرشدين التربويين في المدارس التي شملتها الخطة وتم تنبيههم إلى عدم التدخل في مهمة تلك الشرطيات اللواتي تتقمصن دور المعلمات مر أسبوعان على الشروع في تنفيذ الخطة الأمنية دون أن يتم الوصول إلى نتيجة كان التوتر يزداد حدة في أوصات رجال الأمن وكانت الشائعات كالنار في الهاشيم تضخم الإحساس بالرعب الذي يعم أوصات نساء التعليم وذات مساء بينما كانت مفتشة شرطة تغادر المدرسة التي زرعت بها في سيد قسم متأبطة حقيبتها اعترضت سبيلها امرأة كان يبدو من ثيابها الرفة ومن أسارير وجهها المشدودة أنها تواجه مشاكل كبرى كانت مصالح الأمن قد اتخذت كل الاحتياطات وكانت ترجح أن يقع الاعتداء الجديد في سيد قسم تم تزويد المفتشات والضابطات تلوات تدبن للمهمة الصعبة بأجهزة اتصال لاسلكية كما تم نصب مراكز للاتصال السريع في أحياء المدينة كانت مراكز اتصال متنقلة على متن سيارات مموهة وكانت المفتشات والضابطات قد تلقين تعليمات في جملتها ألا تتسرعن في اصطحاب المرأة التي ستطلب استضافتها إلى منزلهم كان على الواحدة منهم أن تتوجه إلى أقرب سوق بدعوى شراء ما سيقدم في وجبة العشاء كانت تلك رسالة على أساسها ستتم المواكبة والمراقبة والتدخل استعتفت المرأة من حسبتها معلمة رجتها أن تأويها في بيتها لليلة واحدة حتى الصبح لأنها تريد أن تلحق بعائلتها في مكناس تظاهرت المفتشة بالتردد ثم بعد أن أظهرت تأثرا بما تقوله المرأة وافقت على أن تصديفها لليلة واحدة لم تقصد إلى البيت مباشرة توجهت إلى أقرب سوق لشراء ما ستقدمه بالعشاء تلقى فريق المراقبة الإشارة واستنفر كل الطاقات كانت في البيت معدات للتنصط تتيح تتبع ما يدور من حديث أو حركة بعد السويعات آوت المفتشة المعلمة إلى فراشها بعد أن خصصت لضيفتها فراشا في غرفة مجاورة أطفئت الأضواء وعمل بيت الظلام بعد لحظات شاهد المراقبون وميض مصباح يدوي ولاحظ رجال الشرطة أن وميضا من الشارع المقابل أجاب على الإشارة تبين الآن أن المرأة لا تتحرك بمفردها في غرفة النوم كانت المفتشة مستعدة للحظة الحاسمة اقتحمت المرأة الباب وفي يدها سكين كبير وبسرعة تصدت لها مفتشة الشرطة وجردتها من سلاحها ألقت بها أرضا وصفدتها كممت فمها بشريط لاسق ثم أبلغت فريق المراقبة والتدخل طلب العميد المشرف على العملية من المفتشة أن ترسل إشارة ضوئية من المصباح اليدوي الذي كان مع المرأة جاءت من الشارع إشارة رد من سياراتهم المموهة رأى المراقبون شابا ثلاثينيا يتوجه إلى المنزل ولما هم باقتحام الغرفة فاجأته المفتشة ألقت به أرضا وصفضته تذكر أحد المراقبين ذاك الشاب الذي كان يقتفي أثر المفتشة والمرأة الغريبة منذ أن التقيا سيق المجرمان إلى مفواضية الشرطة حيث خضع لبحث معمق اعترفا بما اقترفاه من جرائم عقد والي الأمن في القنيترة مؤتمرا صحفيا أعلن فيه تفاصيل القبض على قاتلة المعلمات وعلى صاحبها ترجمة نانسي قنقر